أما بعد أيها المسلمون ما زلنا في تمهيد أنفسنا وإعدادها لشهر رمضان الأبرك وحق لهذا الشهر أن تتخذ له الأيام بل الأشهر ليما لا بل العمر كله طريقاً للاستعداد والتهيؤ لأنه شهر التوبة النادرة لأن توبة رمضان ليست كأي توبة ولأن رحمة الله في رمضان تفيض على المؤمنين ولا كأي وقت ولا كأي شهر آخر ولأن الإقبال والفرصة التي تعطى للمؤمن في هذا الشهر لا تعطى له في غيره من الأشهر لأن ميزان الإبتلاء ميزان الإبتلاء في رمضان يكون لصالح المؤمن الله جل وعلا جعل كوامنا الخير وكوام الشر معاً في الإنسان متوازيين ونفسه وما سواها فألهمها فجورها وتقواها وجعل له الملائكة تأمره بالخير وتلهمه الخير وترشده وجعل له الشياطين تستفزه وتناديه إلى الشر وإلى البلايا في رمضان هذا الميزان لا يكون على هذا الوزان لأن الله جل وعلا يضعف يضعف من جانب الشيطان كما رأينا في الحديث الذي ذكرناه قبله وصفضة الشياطين أو سرسلته فإذ تسلسل وتصفض الشياطين في رمضان فإن الإقبال على الشر يضعف ولا يبقى آنئذ إلا وازع الشر الشر في النفس وتضعف وسوسة الشيطان فآنئذ الخير غالب في الكون كله الملائكة تتنزل والخير ينفتح تنفتح السماوات أبواب السماء كما في الصحيح تنفتح أبواب الجنة تغلق أبواب الجحيم فلذلك الفرصة فعلا تكون أعظم وأوسع للمسلمين في هذا الشر وهذا أمر مشاهد محسوس شيء كنشوفه كل عام فكثير من الضالين والتائهين يتوبون في هذا الشهر الكريم نعم بعضهم يعود أدراجه القهقرة بعد خروج رمضان ولكن كثير منهم كيبقاوا شدي عدد كبير من الناس تكون له فرصة رمضان فرصة للتوبة النصوح وخاك يخرج من الضالن ما كيعود شيء خرجه من الدين ومن التدي وإن كان كثير فعلا يضعفه ويلين بعد رمضان لأنه كيرجع ميزان لإبتلاء من الأصل دياله لهذا إذن يستحقوا فعلا من هذا الشهر أن نستعد له قبل حلوله أما إذا حل فما بقي آنئذ لنفس لم تستعد ولم تتهي إلا قليل قليل من الفرص أن الكلام على رمضان رخص يقول الآن في شعبان وليس في رمضان لأن رمضان مقتدياً لخدمة فمن لم يتهيأ به أدوات العمال حتى فاجأه رمضان فإنه لا يستطيع الإقلاع كما ينبغي ولا يستطيع أن يكون فعلاً على الوزان المطلوب منه شرعاً وما يستحقه منه هذا الشهر الكريم المبارك رمضان للتوبة بكل معانيها التوبة من الضعف واللين في الدين نهيئ أنفسنا لذلك أصحاب المساجد أصحاب العبادات والصلاوات نحتاج إلى تصحيح أعمالنا وإعادة ترتيبها من جديد في هذا الشهر المبارك لأنه نضعف عن إتيان المساجد والصلاوات والخمس بالجماعات وغير ذلك نضعفه كثيراً كالضعف لهم فرمضان فرصة نادرة لإعادة ترتيب حياة العبد حياة التعبودية للعبد من جديد وأيضاً فرصة لمن بتلي بأنواع البلاية من فسق أو فجور أو أي نقيصة أو مثلبة أخرى من أفعال الشيطان رمضان مناسبة للانقطاع عن ملزة الشهوات المحرمة ومقاطعة إبليس واتخاذه عدوة ومصالحة الرحمن جل وعلا ورمضان في سنوات الأمة هذه الأخيرة فرصة أندر وفرصة نادرة في الحياة ولكن الآن كتزد القيمة أكثر لأن وسائل التضليل في العالم مما تبثه كل الوسائل أخطر أن الحياة الدينية في هذا الزمان صعبة صعبة جداً كما يعلم الجميع وكما أنظر به رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبل حينما تحدث عن أجيال المسلمين في أزمينة الأمة المتأخرة ولش كأن زماننا هذا من ذلك لا يختلف في هذا الأمر عاقلان ممن يعرف تاريخ الدين وطبيعة العصر الحاضر حينما أنبأ عليه الصلاة والسلام أن القابض على دينه يكونك القابض على الجمر فعلا هذا الذي شعر به يومياً صباحاً مساء أن تتقبض على دينك وكل شيء حولك يأمرك بأن تطلق وأن ترخي وأن تبتعد عن الدين وأن تنقطع ليس وسوي الشيطان وحسب بل صارخات شياطين صرخات صارخات إبليس تكاد الأسوار والأشياء تستفز الناس لينغمسوا في المحرمات بشتى أشكالها وشتى ألوانيا ولذلك لا يثبتوا في مثل هذا الزمان إلا من ثبته الله فعلا ولا شك الله جل وعلا يثبت الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا لأن الحياة الدنيا بما فيها منفتان يحتاج المؤمن إلى تثبيت رباني وفي الآخرة ليجيب عن أسئلة منكر ونكير وليكون على قدري الإيمان المطلوب بين يدي ربه حينما تسأله الملائكة عند الحشر وعند الحساب نسأل الله أن يسير لنا الحساب ونعوذ به جل وعلا من العقاب وظروف هذا العصر فعلا مخيفة ولذلك أنا بالنسبة ليملي نشوف واحد الفرصة ديال الدين كتبا لأغلى من ذهب أنك تعطي لك واحد الفرصة ما كيناش وفي مثل هذه الظروف العالمية الآن التي تعيشها الأرض من اضطراب رهيب واختلال في الموازين وصار الحق تكاد تبحث عنه بالمصابيح الضائلة الضعيفة الفتن التي تحدث عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فوصفها بقوله تدعو الحليم منكم حيران يعني هذا اللي بعقله شد الطريق مزيان هو برصه كيح حير كيح حير مع الفتن كيف يتعامل معها كيف يسلك إلى الله داخلها وخلالها تدعو الحليم منكم حيران وصفها بأنها قطع فتن كقطع الليل المظلم ظلم بعض ظلم حتى يظن الناس أنها انقاشعة فتأتي غمة أخرى وظلمة أخرى والعياذ بالله ولذلك المؤمن العاقل الحصيف ميثلتش فرصة دي الرمضان طلاقا وما يدريه أنه يعيش إلى رمضان آخر ما يدريه شيخا كان أم شابا صغيرا ذكرا كان أم أنسا وكم من الناس سام معنا رمضان السابق الآن هو تحت التراب كثير ألاف من المسلمين وكانوا يعملون أمثالنا كان عندهم من آمال أنهم يعيشون رمضان الجاي ويديروه ويصنعوه ويفعلوه ويتركوه ولكن قضاء الله كان قد حد الأجل بأن يكون رمضان ذاك الذي سبق آخر صيام له في الأرض فكيف إذا دخل المؤمن رمضان وقد قدر أن يكون آخر فرصة أعطيت له دخله لاعبا لاهيا يمضي الليلة في الصهارات تالفا تائها لهو بصائم حق الصائم ولهو بقائم حق القيام فلم يقبل على الله كما ينبغي وحينما ذكرت ظروف العالم أذكر آية رهيبة من كتاب الله جل وعلا تدل فعلا على أن الزمان قد تقارب وأن اللحظة الموعودة ما بقي لها قليل حتى إذا أخذت الأرض زخرفها واززينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغنى بلمس كذلك نفصل لا ياتي لقوم يتفكرون تفكر هذا ميزان الله عبر تاريخ البشرية وكذلك يأخذ الله الأرض ومن عليها الأخذة الأخيرة يعني رب العالمين هكذا عبر تاريخ الأرض وتاريخ البشر كما هو مصطر في كتاب الله وفي سنة رسول الله وفي تاريخ البشر الذي أرخه الإنسان أنه لا يأخذ جل وعلا الأمم والأفراد إلا في اللحظة المكي وصلوا لقمة العز ديالهم الدنيوي وقمة الطغيان ديالهم العرضي فما أخذ فرعون إلا من بعد ما بلغ ما بلغ من طغياني والاستبداد في الأرض والإفساد وتحدى الله جل وعلا وقال أنا أربكم العالم أنا إذن غرقه الله جل وعلا فأخذه الله نكال الآخرة ولولا غرقه الله حتى امتل أثامه بالطين غطس رب العالمين في نيل مصر وهو في حالة هيجان كان النيل في اللحظة دياله فايضان دياله وغطسوا حتى القاع دياله ووكلو الطين عمر له مبطين كما صحبه الحديث وما أخذ فردا أو دولة أو أمة إلا عند طغياني لما تشوف واحد الفرد حتى وخي يكون باشا رادي ماشي ضروري يكون يعني يعني طاغية كبير قد يكون طاغية في حيه أو في شركته أو في إدارته لما يوصل لمرحلة دياله العز دياله يخصف بها الله عز وجل حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها كيف بدي بلو التهمل الإنسان بأنه قادر باش يحي ويميت كما قال طاغية إبراهيم طاغية اللي كان في زمن إبراهيم من المرود قال أنا أحي وأميت إذا ظن هذا وظن الأمم أو الدول أو هذه الدولة أو تلك أنها بقت هي اللي تتصرف في الأرض تصرف الألوهية وقال هذا الوهم هذا الخطير فتلك أمارة على أن الله قد قربها من أجلها وزماننا هذا قد أخذت الأرض فعلا فيه زخرفها يعني المدن الكبرى في العالم مدن مزخرفة بأنوارها بشوارعها يعني صنعوا جناناً وهمية فوق الأرض ولا يبني أحد بناءاً ولو كان من الفقر إلا بزخرفة إذا أخذت الأرض زخرفة يعني النقش أنواع التثنون في البناء والأشكال والقصور الفارهات وأنواع السيارات والطيارات وما شئت من هذه الأمور من الزخرف والزينة تتزين الأرض ويقع الوهم بعد هذا التزيون وبعد هذا التطور التكنولوجي والإلكتروني الصورات العلمية المتلاحقة كتعطي واحد لها من الإنسان وظن أهلها أنهم قادرون عليها يبدأ بناء دم يبدأ تهامرة كي يتصرف في الخلق وهو يدر الاستنساخ يبدأ يحاول يصنع بناء دم كما يصنع الآلة ويطور في الزراعة بشكل غريب وفي الفلاحة يخرج أشياء ما كانت يطلع فواكه ما كانت من قبله في الأرض وأشكال من سائر الأمور التي صار الإنسان الآن بين قوسين يتحكم فيها من أمور البيولوجيا وما يتعلق بأمور الحياة بصفة عامة وأيضا الجانب العسكري والتقني وظن أهلها أنهم قادرون عليها كي يبدأ بناء دم يتوهاملوا بناء قادر يوقف يوقف الضوران ديال الكرة الأرضية وقدر يثيروا حينما يريد وكيف يشاء يحيي هذه الدولة ويموت هذه الدولة ويعون هذه الشعب ويهزم هذه الشعب ويفرق هذه الدولة ويركب هذه الدولة ويعتقل ذلك الشخص هناك في قاع الأرض ويترك آخر إلى سبيله قال أنا أحي وأميت أكدأ قالنا مرود قبله حتى إذا أخذت الأرض زخروفها ويزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها هذه رأي الألوهية وظن أهلها أنهم قادرون عليها وصلوا الحلد للدعاء الألوهية وكيف الآن الغرب الآن في فلسفته الحديثة لم تبه هذا الأمر أعلن موت الإله وموت الإله سبحانه وتعالى عن ذلك علو كبيرا ونصب الإنسان إلها في الأرض وظن أهلها أنهم قادرون عليها الفكر الفكر دي العالم الأمره كدير فلسفته الاقتصادية والسياسية والعسكرية أعلنت عن موت الإله سبحانه وتعالى عن ذلك علو كبيرا ونصبت الإنسان إلها في الأرض وظن أهلها ظن وظن أهلها أنهم قادرون عليها هنا أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها لأن ملشي سبحانه الملك ما زال لم يزال وليزال مستوي على عرشه يدبر أمر مملكته وينظر سبحانه وتعالى من عالو إلى ما يصنع عباده في الأرض من فساد وطغيان حتى إذا تعد الإنسان على سلطان الله أخذه جعلناها حصيضا كأن لم تغنى بلمس حصيضا حصيض هي الحصيضة كما نعبر بعاميتنا كما الفلاح يحصد الأرض حصيضا وحدا ويرمع لها العافية فتحتارق ولله المثل الأعلى وقد مثل لنا بهذا في كتاب الله في غير ما آية وفي هذه الآية نفسها إنما مثل الحياة الدنيا كما إن نزلناه من السماء اختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والنعام المثل نفسه كما تشوف الأرض كتهيج بالأزهار والخيرات والزروع والأشجار ثم إذا جاءها فصل الصيف والخريف كانت لا منظر لها يؤنس وحشا تخرج للأرض برات تشوف حمراء وسواد من حرائق الحصائض جعلناها حصيضا كأن لم تغنى بلمس يحلف الإنسان عمره هذه الأرض لا يسكن فيها بندل وإذا كانت فيها عمارات ولا ازدهارات ولا أي شيء جعلناها حصيضا كأن لم تغنى بلمس الأرض تبتالع ما فوقها تنخسج بأمر الله أتاها أمرنا تنخسج تبتلع ما فوقها كل شيء مما فوقها تبتلع فلا يبقى فيها شيء وتذوب حضارة الإنسان في التراب ويصبح ذلك التاريخ الذي كان كأنه لم يكن يخطئ كثير من الناس حينما يعول في مثل أزمينتها أزمينتنا هذه أزمينة الفتن والمحن والإحن يعول على الأمل الكاذيب إلى رمضان مقبل إلى عمرة المقبلة إلى حجة المقبلة إلى موت قريب إلى أين مادة العمل في رمضان يعني الشغل ديال الخدمة أو الخدمة ديالرمضان مادة العمل في رمضان بنص القرآن هي القرآن كثير الخيرات خيرات ليدر الإنسان في رمضان كثير من الصداقات وقد كان في علم رسول الله عليه الصلاة والسلام أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان إنسان يكثر من الصداقات يكثر من جميع أنواع الخيرات لكن الرأس تاج تاج ديال العمل الصالحة تاج العمل الصالح فرمضان القرآن الكريم قياما يعني لتقوم لي براها القرآن لإخدام قياما وتلاوة وتدارسا وتدبرا كل ما نصى عليه الله جل وعلا من مداخل القرآن في القرآن لأبواب ديالقرآن رأى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خدم بها أبينا الله سلا في كتابه هو الذي بعث في الأميين رسول منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا ينقبلوا لا في ضلال مبين هذه الآية هذه اللي تتكلم على وظائف نبوة يعني الخدمة ديال الرسول وديال سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام بشكل خاص كل هذه الخدمة ضيرة على القرآن الكريم منه المنطلق وإليه الموئل والمرجع ولذلك لما رب العالمين عرف رمضان بغير يقول لنا رمضان شكونا هو قال لنا رمضان هو هذا الشهر لجاء فيه القرآن عرفه بأبرز صفات فيه شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبجينات من الهدى والفوق يعني أي وحد فينا ولله المثل على ولا مشحة في المثال يعني كتكون عنده صفات متعددة الصفة ديال المهنة دياله قد يكون حرفياً صباغاً أو حداداً أو طبيباً أو مهندساً أو أستاداً عنده الصفة ديال المهنة وعنده الإسم دياله الشخصي العائلي ديال القبيلة دياله وعنده النسبة ديال المدينة دياله يكون كناسياً أو طنجياً أو إلى آخره يعني منسوب المدينة تنسبوه الوطن دياله تنسبوه الدين دياله فإذا أردت أن تعرفاه حق تعرف فيمكنك تعرفه بأي وحدة من هذه الصفات دياله ولكن عادة الإنسان على حسب الظروف كتعرفه بأحب الصفات إليه بأحب الصفات إليه يعني ذلك الصفة التي أنت تعرفها فيه يراها كي يعجبها وكي تعجبه وكي يرتح لها وإذا عرفتوا بها كيتميز فعلاً كيتميز وكي يبن بأنه متميز عن الآخرين فتعرفه بها كتقول هدف لان مثلاً الطبيب مثلاً على سبيل المثال ويمكنك تعرفه بصفة أخرى من الصفات أو بواحد اختصاص دقيق دياله ولله المثال رب العالمين عرف شهر رمضان بأبرز ما فيه وهو أنه كان مناسب لنزول الوحي من السماء عبر تاريخ الدين كما أثبتناه قبله في حديث حسن عن النبي عليه الصلاة والسلام أن رمضان فيه تنزلت الكتب كلها التوراة والإنجيل وقبل ذلك الزابور وبعد ذلك جميعاً القرآن وقبلهم جميعاً صحف إبراهيم ما أنزل الله كتاباً إلا كان متنزله شهر رمضان إما في البداية دياله أو الوسط دياله أو الخر دياله وقد علماء أن كتاب الله جل وعلاً القرآن الكريم نزل في العشر الأواخر من رمضان من ليلة القدر شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن ولهذا سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام كان ينقاطع إلى القرآن يعني كيتخصص في رمضان بالخدمة ديال القرآن ولذلك الكرم ديال اللي كان فيها طبيعة كيزيد في رمضان علاش فراحاً بالقرآن حينما يلقاه جبريب كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن هذه السنة ديالسيب نموحمد فعلاً عليه الصلاة والسلام الذي أراد أن يكون على منهج السنة في رمضان فعليه أن يتدارس القرآن يشتغل بمدارسة القرآن صحيح أنك تكون تروح مباركة وخيرة فتمنأ المساجد بالبركات والأنوار ويستمع الناس إلى القرآن ولكن لابد أيضاً من تدارسي تدارس القرآن مطلب رباني في كتاب الله وفي سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول جل وعلا ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدارسون تدارسون مجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينه إلا غشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده أو كما قال عليه الصلاة والسلام لأحاديث الآيات قبل ذلك متدافرة والأحاديث متواترة في أن تدارس القرآن يعتبر من أعلى العبادات التي تصل قلب العبد بالله أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب نقفلها تدارس كي يكسر هذه الأغلال وهذا الصدأ صدأ هذا الصدأ كي يكسره لكن في القلوب فيفتحها على القرآن فإذا بها تتنسم أنوار الرحمن بشكل مباشر ولذلك واجب أن نجتمع على كتاب الله جماعات وزرافات في بيوتنا وفي أسارنا سيرا إلى الله جل وعلا من خلال تدارس القرآن الكريم حذار حذار من غفلات الإعلام التي تستغفر المسلمين في رمضان الناس مع الأسف يبتلعهم التلفزيون في ليالي رمضان وهذه كارثة كارثة لأن الوقت الذي أعطي لك واحد ما عندكش في كل ليلة ججليلات ليلة تفرج فيها في التلفزيون وليلة درس القرآن مع الأسرة ديالك لأبناء ديالك وزوجة ديالك لك فرصة واحدة فلا يعيش التلفزيون مكانك رأى التلفزيون وتستغل لسانك بذكر الله وتستغل يدك ورجلك وبدنك كله بالإقبال على الله لا تستغل قيام الليل لا تستغل قيام الليل لا تستغل قيام الليل لا تستغل قيام الليل يعني في جلسة مربع رجلك في حلقات مع زوجك وأبنائك تتدارسون كتاب الله عز وجل وكتذكر الله تعالى من خلال كتابه رأى الجسم ديالك كله خدم جسمك كله لأن الجهاز العصبي ديالك الدماغ ديالك مدام أنه تركز مع كتاب الله تعالى وتفتح القلب على القرآن الكريم رأى وخرك قلصت رأى خدمي نديك ورجليك وودني كل شيء فيك اشتغل بالله تلفزيون يبتالي عكتها ماما ما يخليش منك شعر وحدة حية يقتلك وهذا نعيشه في أنفسنا نملك كل تلفزيون في الدار خدام كأن الأسرة على رؤوسها الطير كيش وحدك يتحرك خشوع تام مع الأسف ولا كخشوع كثير من الناس في الصلاة فاللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا لك من الشاكرين واجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطلا وارزقنا اتنابه اللهم اهدئ قلوبنا إليك اللهم اهدئ قلوبنا إليك اللهم اهدئ قلوبنا إليك واجعلنا لك آئبين تائبين توابين متطهرين مقبلين عليك لا مدبرين ثابتين لا مغيرين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم افتح لنا أبواب هذا الشهر المبارك رمضان بالخيرات والبركات والرحمات والأنوار يا أكرم مسؤول ويا خير مامون اللهم لا تفتنا فيه ولا تفتنا قبله ولا تفتنا بعده اللهم ثبتنا فيه وثبتنا قبله وثبتنا بعده على صراطك المستقيم وعلى كتابك المستبين واجعلنا لك نقم الشاكرين ولآلائك ونعمائك من الزاكرين الحامدين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم إنا نعوذ برحمتك أن تحرمنا من أنوار جلالك وجمالك نعوذ بك أن نكون من التائهين نعوذ بك أن نكون من الضالين الزائعين نعوذ برحمتك أن نكون من المحرومين اللهم لا تحرمنا من رحمتك ولا تحرمنا من توبتك تُبعَ لنا لنتوب يا تواب تُبعَ لنا برحمتك لنتوب يا تواب اللهم تُبعَ لنا برحمتك لنتوب يا تواب اللهم اجعلنا لك شاكرين ولآلائك ونعمائك ذاكرين عرِّفنا بجلالك وجمالك ألنا الخيرات والبركات في طريق النور طريق الحق المبين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم لا تجعلنا فاتنين ولا تجعلنا مفتونين وانجينا من فتنة الشياطين في هذا الشهر المبارك الأمين وفيما قبله وفيما بعده اللهم أدخلوا علينا بالبركات والحسنات وأخرجنا منه غانمين اللهم أخرجنا منه غانمين مباركين بباركتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم ألحقنا بالصالحين اللهم ألحقنا بالصديقين واجعلنا في جوار رسولك الأمين محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلوات والتسليم اللهم اكشف الغمة عن هذه الأمة فيهم شرقها وفيهم غربها اللهم استر العورات اللهم أمن الروعات اللهم انصر إخواننا في فلسطين وفيما حول فلسطين وانصر إخواننا في العراق وفيما حول العراق اللهم انجينوا أيهم من الفتن ما ظهر منها وما بطن نعوذ بك من مقبل الأيام شرورها ونسألك من مقبل الأيام خيراتها وبركاتها اللهم إنا نعوذ بك من كل بلاء وفتنة اللهم اجعلنا عبادا لك مخلصين اللهم اجعلنا عبادا لك مخلصين مخلصين اللهم اجعلنا أهلا لرحمتك أهلا لعفوك أهلا لبركاتك وتنزل أرواء أنوارك ورحماتك يا أكرم مامسول ويا أخير مامول اللهم نصر إخواننا المستضعافين وانصرهم ولا تنصر عليهم وانجيهم من الفتان والإحان والمحن اللهم استرعوراتهم اللهم أمن روعاتهم اللهم إننا عوذ بك من كل بلاء ومن كل شر ومن كل فتنة اللهم يا ربنا طهر قلوبنا وطهر ما حولنا اللهم طهرنا من آسامنا وطهرنا من خطايانا وتقبلنا تائبين آئبين عابدين حامدين يا رب العالمين اللهم خذ بنا واصينا إلى دينك القويم اللهم خذ بنا واصينا إلى دينك القويم اللهم أشعل يقضة الخير والبركات في قلوب كل ضال من هذه الأمة اللهم عُد بنا وبهم إلى صراطك المستقيم واجعلنا وإياهم توابين نعوذ بك من الكبر نعوذ بك من الكبرياء نعوذ بك من العزة والجبروت في الأرض نسألك أن ترحمنا وأن تحفظنا وأن تدخلنا في سترك إنك أنت ستار يا جميل الستر أدخلنا في أنوارك وفي أنوار أسمائك الحسنى نسألك بكل جمالها وجلالها ونسألك باسمك الأعظم وبكل اسم هو لك سميت به نفسك علمته أحدا من خلقك أنزلته في كتابك واستعصرت به في علم الغيب عندك نسألك أن تجعل هذا القرآن العظيم الكريم المجيد ربيع قلوبنا وجلاء غمنا وهمنا ونور أبصارنا وبصائرنا اللهم اجعلنا إليه وعليه مقبلين ونعوذ بك أن نكون له هاجرين ونعوذ بك أن نكون له هاجرين سبِّتنا بآياته واهدنا ببركاته واجعلنا لك العبادا مخلصين واجعلنا لك عبادا تائبين اللهم أنزل علينا النعمة ولا تحرمنا الرحمة وأدخلنا مع أهل الحكمة واجعلنا لك من عبادك الذين شكروا وعبدوا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم يا ربنا كل من أغمه غم أو أهمه هم أو أكربته كربة ففرِّج غمه وفرِّج كربته وفرِّج يا ربي عنه الظلمات إِشْ في المرضى والمستضعفين إِشْ في المرجوع المجروحين اللهم إشْ في المرضى والمستضعفين اللهم رب الناس يذهب الباس اللهم إشْ في لا شفاء إلا شفاءك أنت شافي لا شفاء إلا شفاءك شفاءً من لدنك وحدك لا شريك لك اللهم أدخلنا في رحمتك برحمتك ونعم من دخل في رحمتك وأنعم بمن أدخلته في رحمتك فاجعلنا من المرحومين اللهم وانصر ملك البلاد أمير المؤمنين محمدًا السادس اللهم انصره نصرًا تعز به الإسلام وترفع به راية المسلمين وامكن للأمن والسلام بهذا الوطن الأمين اللهم وبارك له في ولي عهده مولاي الحسن وأنبته نباتًا حسنًا واجعلنا وإياهم وأجمعين لك شاكرين خاضعين ذاكرين وآخر دعوانا أن الحمد لله يا رب العالمين